الموجز الرياضي اهلا بكم قرر المكتب التنفيذي لاتحاد الاسوي رفض التوصية بنقل مباريات الانديات السعودية والاماراتية لملاعب محايدة وذلك ضد اندية قطر المشاركة في دور ابطال اسيا وسترسل الامانة العامة للاتحاد الاسيوي القرار برفض المكتب التنفيذي الى اتحادات الكرة في السعودية والامارات واصبح الخيار الاخير امام السعودية والامارات لنقل المباريات هو اللجوء الى محكمة الرياضية الدولية كاسا الجدير بالذكر ان مباريات دور المجموعات في النسخة الجديدة من مسابقة دور ابطال اسيا ستنطلق في الثاني عشر من فبراير المقبلة والى اجواء الكرة السعودية واخر اخبار الانتقالات حيث نجحت ادارة فريق الشباب في التعاقد مع تشيلي سبيستيبان اوبيلا لمدة موسم ونصف عقب اجتيازه الكشف الطبي واصبح اوبيلا ثاني صفقات الشباب خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع صانع العلعاب الليبي مؤيدا لا فيه وشهدت الفترة الاخيرة ارتفاعا فنيا لمستوى الشباب في الدوري وذلك بعد بدايته المخيبة للامال بداية الموسم كما تعاقدت ادارة الشباب مع لاعب الفيحاء حسن معاد بعد موافقة ادارة الفيحاء على اعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي كان الفيحاء قد ضم اللاعب الدولي قادما من صفوف الفريق العاصمي بعقد احترافي يمتد لموسمين وظهر معاد بمستوى مميز مع فريق الفيحاء هذا الموسم ليكون بعد ذلك محط انظار الارجنتيني بيتزي مدرب الاخضر السعودي والذي ضمه لمعسكر المنتخف في الرياض استعدادا لكأس العالم المقبل ونبقى في شأن الشبابية حيث شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير الشبابية التي تفاعلت مع الحراك الشباب الاخير والانتصارات التي يحققها الفريق واطلقت وسم احمد العقيل في قلوبنا وبدرت الجماهير الشبابية بتوجيه كلمات الشكر لرئيس النادي بسبب مجهوداته للتعاقد مع لاعبين مميزين في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وتوفير الرعاة المناسبين لتحقيق طموحات النادي ابدأ نادي مارتيم والبرتغالي رغبته في التعاقد مع لاعب خط الوسط للفريق الاول لكرة القدم بنادي الباطن عبدالله الجوعي لمدة اربع سنوات مقابل مليون واربعمائة الف يورو واشار عبدالله الجوعي في تصريحات اعلامية ان عرض النادي البرتغالي اقل من عرض نادي الباطن لكنه يطمح لخضي تجربة جديدة كاشفا انه قد دخل الفترة الحرة وسيرحل عن الباطن بعد موافقة ادارة النادية اكتمل عقد المتأهلي لدورة ثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث شهد دورة ستة عشر العديد من الاحداث والمفاجآت ابرزها خروج حامل اللقب فريق الهلال كما شهدت المباريات احداثا مثيرة الاخبارية تسلط الضوء على مباريات الدورة ثمن النهائي نتابع اسدل الستار عن منافسات دورة ستة عشر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وكما هي عادة مباريات خروج المغلوب لم تخلو من المفاجآت ابرزها هي سقوط حامل اللقب الهلال امام القادسية الذي نجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد لتخسر المسابقة احد اهم المنافسين على حصدها والطامح الى تكرار انجاز الموسم الماضي في الجمع بين لقبي كأس والدوري الذي لا يزال يعتلي صدارته اما اكثر المباريات اثارة فكانت مواجهة الاتحاد والاتفاق التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا حيث حول الاتحاد تأخره بهدف لفوز بهدفين واضطر فيها الحكم لمنح دقائق اضافية للشوط الاصل الثاني وصلت الى اكثر من مئة دقيقة بعد توقفها لطرد حارس الاتفاق وفي الدقيقة الاخيرة اجح الاتحاد في احراز الهدف الذي اهله لمقابلة الشباب واحفظت اندية الدور السعودي المحترفين اي مفاجآة من اندية دور الامير فيصل بن فهد للدرجة الاولى حيث نجحت اندية الممتاز في تجاوز تلك الفرق اذ نجح الفيصل بالفوز على النجوم بهدفين نظيفين ولم يجد الاهل المنتش في تعاقداته الاخيرة صعوبة بالفوز على العروبة بستة اهداف دون مقابل وخاطف النصر فوزا صعبا على النهضة بهدف يتيم بلغ به الدور التالي وفرط الضيوف بفرصة ثميلة باهدارهم ركلة جزاء كان تسجيلها كفيل باخراج النصر كما واصل الشباب تقديم عروضه المميزة وتجاوز الخليج بثلاثة اهداف مقابل هدف واصل من خلالها المدرب كارينو ولاعبيه فرض احترامهم على الجميع واستطاع الباطن تخطي عقبة ضمك بالفوز عليه بهدفين دون رد بينما احتاج الفيحاء الى اللعب اشواطا اضافية لحسم تأهله امام الفتح الذي كسبه بهدفين لهدف وكشفت مباريات هذا الدور ان الارض ابتسمت لاصحابها حيث نجحت جميع الفرق التي لعبت على ارضها بالفوز وستنتظر الجماهير مزيدا من الاثارة في الدور ربع النهائي من المسابقة التي ستتجدد فيها الاثارة من جديد كشفت رسائل الكترونية دلائل جديدة على فساد قطر في شراء تنظيم منديال كأس العالم 2022 حيث اوضحت الرسائل ان الدوحة فاوضت تايلاند على التصويت لصالحها مقابل بيعها للغاز باسعار منخفضة من جانبه قال خبير الاعمال في مجال كرة القدم سيمون تشاد دويك ان استمرار اتهامات الفساد التي تلاحق قطر حول اختيارها لتنظيم المنديال ربما يساهم في تقليص فرصة الاستضافة الحدث الرياضي الاهم في العالم اعلن اتحاد كرة القدم الاسباني عن ايقاف مدرب اتليتكو مدريد ييغو سيميوني ثلاثة مباريات وذلك على خلفية طرده خلال مباريات فريقه امام اشبيليا والتي خسر فيها بثلاثة اهداف مقابل هدف جاء ذلك في اطار مباريات ايداب اياب دور الثمانية لكأس الملك لكرة القدم وجاء طرد سيميوني بسبب السخرية من الحاكم اخوان مارتينيس الا انه يمكن للمدرب الارجنتيني قيادة فريقه خلال مباريات الدوري حيث سيخضع للايقاف في مباريات الكأس الموسم المقبل بعد خروج ريا المدريد من منافسات كأس بلك اسبانيا وتراجعه في سلب الترتيب في منافسات الدوري الاسباني بدأت الانتقادات الموجهة للمدرب اللاعبين على ادائهم المخيب للامال نتابع بعد الاخفاقات المتلاحقة التي حصدها نادي ريا المدريد هذا الموسم بخروجه المبكر من حلبة الصراع والمنافسة للحفاظ على لقبيل الليغة وكأس الملك بدأت ترتفع حدة الانتقادات الموجهة للمدرب واللاعبين على حد سواء اعتقد ان اللاعبين عليهم العمل على تغيير الوضع وهذا يبدأ بتغيير طريقة لعبهم التي تفتقد للحماس بعد خروجه من منافسات كأس الملك والليغة لم يبقى امام ريا المدريد الا الفوز بالشامبيونز وإلا فعليه لاستعداد الموسم القادم ويعطاء فرصة اكثر لللاعبين الجدد ورغم اعتراف زند زيدان بوجود خلال داخل النادي الملكي الا انه لم يحدد ذلك الخلال ولم يرسل اي اشارة على انه بصدد اتخاذ اجراءات من شأنها ان تعالج المشكلة صحيح ان هناك خلال لكن اللاعبين يعملون على بذل اقصى ما لديهم ولكن الامور احيانا لا تسير كما نتمنى وكما نخطط هذا لا يعني شيئا بنسبة لنا نحن سنستمر بنفس الرغبة في العمل الصحافة الاسبانية طلبت زيدان بالتصرف الان وقبل فوضة الاوان لانقاذ ما يمكن انقاذه صحيفة اصل وسعة الانتشار تحدثت بشكل صريح وللمرة الاولى عن وجود بديل في حال فجل زيدان واشارت الى كل من غوتي والارجنتيني موريثيو بوشتينو بعد اقصائه من منافسة كأس الملك وخروجه من الصراع على الدوري الاسباني لليغة تبقى امال المشجعين مشجعيري المدريد منصبة على الدوري الاوروبي المنتاز تشامبيونز ليغ فهل يستطيع زيدان تحقيق هذه الامال حميد بلحسن الاخبارية مدريد اكد المدير الفني لنادي تيلسي الانجليزي انطونيو كونيتي انه يتفهم امكانية اقالته من تدريب الفريق اللندني كما حدث تماما مع من سبقوه في العمل بهذا المنصب عبر السنوات الاخيرة وفز كونيتي بلقب الدوري الانجليزي في موسمه الاول مع تيلسي لكنه يدخل حاليا في خلافات عديدة مع ادارة النادي ويتأخر تيلسي حاليا بفرق كبير عن متصدر الدوري مانشستر سيتي كما خرج الفريق من مسابقة كأس الرابط عقب خسارته ماما ارسنال في الدوري النصف النهائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر